السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله صلى الله عليه وسلم على محمد بسم الله نبدأ بشرح القاعدة في هذه القاعدة how money how much وعندنا هذه الكلمات much money a lot of a few a little يابل هذه القاعدة أبيكم تعرفوا النقطة يعني الأسماء بالإنجليز يشغلنا في هذه القاعدة مع الأسماء الأسماء بالإنجليز تين قسم معدود أكتب هنا معدود وهنا غير معدود مش معنات معدود؟ هي الأسماء اللي لها مفرد يكون لها واحد ويكون لها أكثر من واحد يعني لها مفرد ولها جمع زي كتابة بوك بوك معناها كتاب أقدر أضيف لها إس ستصير كتب يعني ستصير أكثر من واحد براثر يعني أخ لو أضيف لها إس يقول إخ براثرز عندنا فيجتبلز يعني الخضروات مضاف للإس يعتبر اسم معدود يعني نقدر نعده أورز ساعات أبلز يعني التفاح التفاح ممكن أقول أبل أو ممكن أقول أبلز من الأسماء الغير معدودة هنا غير معدودة ليس لها مفرد ولا نقدر نضيف لها إس زي كلمة ووتر دائما عموما السوائل أو الأشياء البودرة ما تكون من الأسماء الغير معدودة زي كلمة ووتر ووتر الماء يعتبر اسم غير معدود ما نقدر نضيف لها إس وما لها مفرد وما لها اسم جمع هو كده كلمة ووتر أويل يعني زيت فلاور فلاور يعني الطحين مو بفلاور وردة يعتبر من الأسماء الغير معدودة time الوقت salt الملح sugar السكر fruit الفواكه كلها أسماء غير معدودة طبعا بتركزون هنا بتقولون fruit الفواكه غير معدودة وال vegetables إيش معنا هي معدودة عاد القاعدة هي كذا حط الخضروات من المعدودة و fruit غير معدود طيب بعد ما أفرق أنا الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة عرفت الفرق بينهم هنا S هنا لها مفرد هنا لها جمع هنا لا لا يضاف لها S ما لها مفرد طيب لما نسأل حنا عن أشياء المعدودة هنا القاعدة نسأل عن حاجة معدود أقول how many يعني كم الكمية how many طيب بتقول قليل من بتقول a few a few تجمع الأسماء المعدودة اللي يضاف لها S بتقول كثير من كثير من a lot of أو a lots of طبعا ما في فرق بين a lot of و a lot of كلها نفس الشي نفس المعنى كثير من a lot of apples a lot of vegetables a lot of brothers كثير من أما القسم الثاني الأسماء الغير معدودة اللي لا يضاف لها S بنسأل مثلا كم الكمية أو كم العدد بيقول how much how much how much fruit how much sugar how much salt how much oil how much water عندنا بنقول قليل هذا في حالة السؤال طيب بتقول قليل من يعني قليل من أشياء الغير معدودة بيقول little fruit little sugar little salt هنا a lot of و a lot of قلنا نفس المعنى وكلها تيجي مع المعدود والغير المعدود يعني a lot of و a lot of ما عندها أخلاف تيجي هنا وتيجي هنا وبعد كلمتين عندنا many وهينا عندنا كلمة much مع الجمل how many ومني و few هنا how much وكلمة much هو little طيب عشان نختصرها تذكرون أنا قلت لكم الأسماء اللي فيها S ما نأخذ المعحة much اللي فيها حرف السي دائما الناس تخربط بين C و S فعشان كذا لما شوف أنا اسم فيه S لا تختارون المتش اللي فيه S عارف هنا السي ما يجي مع ال S ما يجي مع ال S ونضيف مع ها كلمة little تشوف هنا T و T زي التوأم هنا قل T و T هذولا ما يجيون مع ال S يعني T وال C ما يجيون مع ال S اللي هو الأسماء المعدودة إذا حفظت أنا هذولا خلاص عارف how many و few ومني تجي مع الأسماء المعدودة نرجع للكتاب هنا question word how many how much to ask about quantity of something we use how much أو how many لما نسأل عن الكمية نقول how much أو how many we use how much with non count how much مع الأسماء الغير معدودة non count يعني الأسماء الغير معدودة and we use how many with plural count مع الأسماء الجمع المعدودة مثال هنا how much exercise do you do هنا how much مع الأسماء الغير معدودة فهنا نعرف exercise معناها التمارين ديجي مع how much هذه من الأسماء الغير معدودة I go to the gym twice a week يعني أنا أذهب للجم مرتين بالسبوع how many sisters do you have اللاحظ هنا sisters اسم معدود في مضاف للس فعشان كذا جا how many جا مع how many ما قلت how much sisters لا I have three sisters لدي ثلاث أخوات اللي بعد quantity expressions much money a lot of few a little how much fruit do you usually eat شوف هنا عندنا much جات مع الفروت اسم غير معدود هنا I eat a lot أكل كثير من الفواكه كل يوم هنا قلنا a lot و a lot سعاد تجي مع الأسماء المعدودة و غير معدودة how many vegetables كم من الخضار do you eat تأكل I eat a few قليل و من green vegetables هنا لاحظنا few تجي مع الأسماء المعدودة اللي يضاف لها S don't eat many هنا many مع الأسماء المعدودة vegetables اللحظ شوف هنا الأسماء اللي ما حا S تجي مع few و تجي مع many how much salt salt من الأسماء الغير معدودة do you eat I eat little salt لاحظتوا salt اسم غير معدود فنقول هنا little ما أقول few little it's not good for you I don't eat much salt لاحظتوا يعني لما يشوف اسم معدود ولا غير معدود أشوف اللي قبله ويجي معه معدود ولا غير معدود راحظ هنا money ومات تجي مع السؤال وتجي هنا مع الجمل المنفية مع الجمل المنفية شوف هنا I don't eat many vegetables I don't eat much salt نشوف التمر هنا I don't eat هنا عندنا fruit من الأسماء غير معدود فنقول much يعني أنا لا أكل كثير من الفواكه أو كثير many vegetables vegetables تجي مع المني I eat a few قليل من الكاروت نلاحظ few جاءت مع الأسماء المعدود لمحا S a lot of يعني كثير من how many hours hours جاءت مع المني هنا spend much time من الأسماء الغير معدودة تجي مع much رفنا نفرق يعني مثلا يجي نا فراق many ولا much مع hours أتذكر S ما يجي مع S C تقول many القاعدة اللي بعدها words connected يعني كلمات مرتبطة with medicine medicine يعني طبيا and closes with win كلمة what do you do يعني ماذا تفعل when عندما you have a cold عندما تصاب بالبرد I usually take some aspirin أنا أخذ بعض من الاسبرين دو how do you feel when you exercise ماذا تشعر عندما when تقوم ببعض التمارين I feel great شعور رائع يعني هنا بس يعطونا فكرة أن السؤال لما تسأل حاجة مثلا ماذا تفعل أو ما هو شعورك عندما يعني كلمة when when مش after ولا why لا بس أنتبه هنا كلمة when وطبعا لازم الجواب يكون متناسق مع السؤال مثال هنا عندنا how do you feel ماذا تشعر when عندما you lose something عندما تفقد حاجة I feel angry and nervous أشعر بالغضب and nervous وأتوتر نحل هذا التمرين هنا عندنا يعني نشوف الأسماء اللي بعد القوس هنا عندنا money يعني المال how money much long often هذه لا أصلا من معنى في القاعدة شوف المني من الأسماء الغير معدودة غير مضاف لل s فنقول how much how money much long أو often هذه بعد من معنى في القاعدة cars من الأسماء المعدودة اللحظ فيها s فنقول money طيب نشوف هنا we have money ولا few ولا any ولا much chairs من الأسماء المعدودة شوف نلاحظ فيها s فاستبعد much وأني طيب money و few كلها تجمع الأسماء المعدودة نشوف هنا معنى الجملة we have chairs here we need more يعني لدينا قليل من الكراسي فنقول هنا few قليل من الكراسي نحتاج أكثر he put many few little much نلاحظ شقر من الأسماء الغير معدودة تجي معها t و c يعني much little يعني يا هذي يا هذي فنشوف هنا المعنى شوف much تجي معها إذا الجملة من فيها أو يكون فيها سؤال فهذه هنا عندنا جملة مثبتة فبقول a little a little sugar يعني قليل من sugar السكر he has much ولا little a lot of ولا any friends من الأسماء المعدودة هذي مهي بمعنى القاعدة و much والتل أتذكر t والt مع c ما يجون مع الأسماء المعدودة فهنا نقول a lot مثال على آخر قاعدة what do you do when عندما you have a cold عندنا تصاب البرد شفته هنا عندنا when مش where ولا هو ولا why